بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الثالث تخصص تريكو ومادة النهاردة هي مادة من المواد الشيقة جدا واللي بتأهني لسوق العمل لأن المادة دي مهمة قوي جدا لهذا التخصص والتخصصات الأخرى لأن هي نقوم بتدرسها في جميع التخصصات لأنها بتأهل أي طالب لسوق العمل وبتعرفوا الواجبات اللي ليه واللي عليه المادة التخطيط النهاردة هي هتتاخد في الصف الثالث الصباح احنا مش جايين نشرح منهج قد ما احنا جايين نتعرف على المادة بتاعة التخطيط يعني النهاردة هنعرف المجمل بتاعها وهي عبارة عن ايه وطبعا ده متواجه للطلبة اللي هم جايين من الصف الثاني طالعين للصف الثالث فاحنا عايزين نعرفهم الأول على المواد اللي هيقوموا بتدرسها بالتدريس فيها جميعا أول حاجة عندي مادة مؤيسات عندي مادة معدات عندي مادة تخطيط عندي مادة مؤيسات ورسم فني وحياسي بقالي دي المواد اللي هتقوم بتدرسها في الصف الثالث وزي ما اتفقنا احنا مش جايين النهاردة عشان نشرح مادة قدي ما جايين علشان نعرف المادة دي بتحتوي على ايه ونستعدلها ونعرف ايه منهجها في الترم الأول وايه منهجها في الترم التاني طبعا مادة التخطيط وإدارة الانتاج هي بتعرفني يعني ايه أخطط لمشروع يعني ايه أختار عمالة لو أنا رايح كمان أتضرب أو رايح أتعين أو أنزل لسوق العمل إزاي أختار الوظيفة وإزاي عد نفسي ليها وإزاي أهل نفسي ليها تدريبيا ومعنويا ونفسيا وجسمانيا كمان احنا ان شاء الله أثناء ما هنعرف كل ما تحتويها هذه المادة هنلاقي أني مش مهمة عندي بس المعلومات اللي أنا خدتها أثناء الدراسة بتاعتي لا كمان ومفروض أن يبقى عندي كمان مؤهل نفسيا مؤهل جسمانيا لأن الحاجات دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي بتطلب من شاغل الوظيفة أو اللي جاي توظف فالمادة دي قد إيه هي هامة جدا لنا وطبعا هي بتختلف من تخصص لآخر يعني ممكن نلاقيها بعض التخصصات هي شاملة مادة تخطيط وإدارة انتاجه بجوارها مادة معيسات أما في تخصص التريكو وملابس الجهزة هي مادة تخطيط لمشروع أو لمؤسسة صناعية أو لمصنع صناعي أو في المدرسة عندي أو في سوق العمل بعد كده طبعا هي بتعرفني الأول يعني إيه تخطيط كلنا طبعا ما بينفعش نمشي في حياتنا من غير ما نكون مخطط لها يعني أوسط مثال لو أنا مخطط علشان أدخل الجامعة أنا كده مخطط لشيء في دماغي فهذاكر يبقى أنا ماشية في أهدافي يبقى الأول أنا لما جيت أخطط عملت إيه قلت أنا عايزة أدخل الجامعة طب إنت في إيه دلوقتي عشان تقدر تدخل الجامعة ولا لأ لأن إحنا متفقين أني لما يكون محدد هدف هخطط له لازم يكون على الأقل هدف واقعي وأن أنا ممكن أن أنا أحصل عليه أو أقدر أحققه طب أبسط مثال لو أنا خططت أن أنا عايزة أكمل بعد السنوي هو أنا ممكن أكمل بعد السنوي آه طبعا ممكن جدا لو ذكرت وركزت وابتدت تحل في امتحانات وتحل في كل الواجبات اللي بتاخدها والتزمت بدرسي كويس أوي وحطيت هدف للتحاق بالجامعة في دماغي هقدر أن أنا حققه لأنه هو من الحاجات الميسرة وهدف ميسر وباين وواضح وقدر أن أنا حققه طيب تمام يعني أنا ممكن من السنوي الفني أخش الجامعة أوه ممكن وممكن بمية في المية أن أنت لو جبت مجموع كويس تقدر تخش وتكمل في الجامعة فأنا عندي التخطيط هنا بيعلمني إزاي أخطط وإزاي أعمل هدف لنفسي طيب الكلام ده لو أنت بتخطط لنفسك لو أنا مش مخطط لنفسي أنا بتكلم دلوقتي على المستوى الشخصي لو أنا مش مخطط لنفسي هدف ومش عامل لنفسي هدف ودخلت خلاص التعليم الفني أو سنة والسلام ولا أنا محدد لنفسي أمشي إزاي أو أذاكر إزاي أو أنظم وقت إزاي هنبص لأ أن الوقت بيضيع منك وإنت لسه محصلتش أي شيء ويجي الامتحان معتمد على أنك تغش أو على أن حد يقولك معلومة وتبص تلاقي الوقت مساعد في أن حد ينفع غير نفسه في التوقيت ده هتتفاجئ بأن أنت ما أنجزتش اللي أنت كنت بتتمناه لأنك من الأساس أنت محددتش هدف لنفسك وبالتالي التخطيط ده بيعلمني إزاي أحدد هدف ومش كده وبس وخطط إزاي لتحقيق هذا الهدف إيه هي الخطوات اللي أنا مفروض أمشي عليها عشان أحقق هذا الهدف إيه هي ساعات العمل أو الساعات اللي أنا مفروض أنجزها أو أعملها علشان أوصل للهدف ده يبقى التخطيط ده مهم جدا لأنه هو اللي بيحدد لي خطوات اللي أنا همشي عليها لتحقيق هدفي يبقى معنى كده أني لما أجأتكلم بقى ده شخصي إنما لو تغطيت في العمل نفسه أو في سوق العمل أو في المهنة اللي أنا همتهنها بعد ما أتخرج من الدبلوم هي بتخطط لي إزاي إن أنا أقدر ألتحك بمهنة وإزاي إن أنا أعمل مقابلة شخصية وأنجح فيها ده مش كده وبس إن أنت حتى وإنت رايح تعمل مقابلة شخصية لهذه المهنة في خطوات لازم إن أنت تكون عارفها ومحددها ومرتبها عشان تقدر تنجح وتلتحك بالعمل ده مش كده وبس إن التخطيط كمان بيديني الفرصة إن أتعلم بعد ما ألتحك بالعمل ده الخطوات اللي مفروضي إن أنا أعملها علشان أبز الجهد يكون الجهد ده ملاحظ وبالتالي أترقى وأكسب خبرة وتعامل مع الآخرين بالمشاركة اللي أنا هشاركها مع زملائي في العمل مش كده وبس إن التخطيط كمان هيساعدني إن أنا أترقى إن أنا أخذ مميزات وبالتالي يبقى مهم جدا التخطيط لحياتي لإن هو فن توجيه وتنصيق وترتيق وكمان إيه تسكين وفي نفس الوقت بعد كل ده كمان ومتابعة لإن هو بيتابع بعد كده هذا العامل أو هذا شاغل الوظيفة بعد ما بيشتغل في الوظيفة دي هو إيه اللي اكتازه هل هو عمل مجهود هل هو في مميزات ليه بيشتغل شغله باكتهاد في علاقة بينه وبين الآخرين جيدة لإن إحنا عارفين إن العمل الجماعي داخل المصانع أو داخل المهنة بتاعتي بيعمل نوع من الاشتراك ومن المساعدة يبقى التخطيط هو فن توجيه ليه وفن تخطيط ليه عشان أحقق هدفي لإن هو لما هنشتغل دلوقتي ونعرف هي إيه مادة التخطيط هل هي لها دور استراتيجي مهم جدا حيث إنه بيربط بين هدفك في المؤسسة وبين إزاي تحققه لازم ولذلك بسميه بالتخطيط الاستراتيجي أما التنفيذي هو إزاي تنفذ هذا التخطيط اللي إنت عملته فلما نجي نتعرف على مادة التخطيط هنلاقي أول حاجة عندي في سنة ثالثة إنت بتدرس تخطيط الموارد البشرية الموارد البشري ده اللي هو مين؟ اللي هو الإنسان ما فيش مكان ولا مؤسسة صناعية ينفع أن أنت تعملها من غير ما يكون فيها العامل أو شاغل الوظيفة أيا كان ما عندي شاغل وظيفة إداريا شاغل وظيفة إشرافيا شاغل وظيفة سيانة اللي هو الفني أو أنه هو واقف على مكنة أو أنه هو واقف أيا كان نوع المكنة مكنة تريكو مكنة خياطة مكنة تطريز أوفر وكذا على أجهزة الكي يبقى أنا عندي هنا الموارد البشري هو عنصر بيهتم به التخطيط لإدارة الإنتاج لأن أي مكان ممكن أكون مجهزة بأفخم ومطورة الماكينات ومطورة الألات اللي أنا مستخدميها وعجيب بأقصى ما تم إنتاجه من ألات ومعدات ومحددة خطة عمل ولكن ما فيش العامل البشري أو العنصر البشري وبالتالي المشروع ده كأنه ما تعملش فأنا اهتمامي بالعنصر البشري مهم جدا ولذلك المادة دي لما هاجي أدرسها هلاقيها أساسيها أو بتتكلم عن الموارد البشري والموارد البشري ده اللي هو عنصر الإنسان حيث أنه استثماره هو اللي هيفدني ويزودلي في الإنتاج ويشغلي كمان المؤسسة الصناعية أين كانت بتاعتي لأنه هو اللي هيشغل المكان هو اللي هيبقى مشرف هو اللي هيبقى في الإدارة هو اللي هيعمل للخطة هو اللي هيقعد يقابل الناس يبقى هنا التخطيط بيعلمني إزاي يتعامل مع الموارد البشري لأنه هو أساس أي عملية صناعية يبقى تخطيط الموارد البشرية يعتبر مفهوم من أهم المفاهيم ذات الأهمية في أنشطة المنظمة المنظمة دي اللي هي المنظمة الصناعية أين كانت وأهدفها ومن خلال هذه المفاهيم بيحرسون على العمل بطريقة مدروسة اللي هم مين اللي بيخططوا الموارد البشرية وبيضمن خطة عملا للحفاظ على مستوى العمل لأنه أنا لما أعمل خطة للموارد البشرية اللي أنا هجيبها أنا بحافظ على مستوى العمل بتاعي أنه هو يكون المنصوب بتاعه عالي دائما وأبدا زيادة في الإنتاج وبالتالي ده هيرجع علي بالربحية طيب إيه هو الموارد البشري؟ إحنا اتفقنا أن الموارد البشري هو الإنسان وده لو أحسن استثماره هيديه نتيجة مزهلة استثماره بمعنى إيه؟ إحنا عندنا الموارد البشري ده أي حد متخرج لسه من السنوية أو من الجامعة كل معلوماته بتبقى كلها معلومات علمية لكن لسه ما اكتسبش الخبرة الكاملة وده أنا بتكلم عن شاغل الوظيفة اللي لسه جديد اللي هما بسميمه الموظفين الجدد بيبقى جاي للمهنة بتاعته كل اللي يحصل عليه هي مجموعة من المعلومات لكن ما اكتسبش لسه الخبرة الجيدة اللي هو يقدر أنه هو يمارس بها العمل على أكفى وجه ولذلك أثناء بعد ما بيتم المقابلة ويتم اختياره نتيجة بعض المميزات أو بعض المهارات اللي هو عرفها بيتم تدريبه عشان مش بس يقدر يتعامل مع الآلة اللي هو هيشتغل عليها لا كمان أنا هدربه عشان يقدر يتعامل مع الأشخاص اللي هو موجود معاهم داخل العمل واذهب عنه الرهبة اللي هو ممكن يكون خايف منها يبقى التخطيط بيعرفني إزاي أننا أستثمر هذا العنصر أو المورد البشري وهو المورد البشرية هو التركيز على المهام اللي بيقوم بيها الموظفين وذلك يتم من خلال تقسيم العمل داخل الشركة إلى سلسلة من الأنشطة تمام ايه كمان بيتضمن التدريب وتعيين موظفين جدد كل فترة وتوجيه الموظفين إلى العمل الصحيح والجدية في العمل وكمان توفير مزايا لهم يبقى أنا عندي هنا لما أجي أخطط للمورد البشري أنا مش بس بقول أنا عايز مجموعة من العمال أو مجموعة من شاغل الوظيفة لا أنا التخطيط هنا بيعلمني أو بيديني خبرة في أننا مش بس هختار الموظفين الجدد أو شاغل الوظيفة الجديد لا ده أنا كمان زي ما قلت هقوم بتدريبه عشان أكسبه الخبرة والمهارة ده مش كده كمان وبس أن أنا بعد ما هدربه أنا هتابعه لأن فيه بعض بعض الموظفين الجدد بعد التدريب ما بيبقاش لو أنا أكسبته أكثر من مهارة فنبص لقيه هو مهارة واحدة بس اللي قدري أنه هو يكتسبها وبالتالي لما أجا تابعه بعد التدريب هلا أن المهارة اللي هو اكتسبها هي مهارة واحدة لأن كلنا عارفين العقل البشري ما يقدرش يكتسب أكثر من مهارة في وقت واحد لا هو هيبتدي يكتسب مهارة طلوة الأخرى لو أنا نظمت المهارات ما تبقاش كلها في توقيت واحد وده هنعرفه لما قد إيه هنخش في المنهج ونبتدي نشرح مبداية العام الدراسي إزاي بيتم اختيار التدريب وإزاي بنتممه وإزاي بنعمل مراحله وإزاي بنتبعه بعد كده نتأكد إن الموظف ده اكتسب المهارة اللي هي أصلا معمولة عشان هاتتدريب فأنا دلوقتي هدرب وعين موظفين جدد كل فترة يعني إيه كل فترة أنا عندي دلوقتي فيه ترقيات فيه حوافز فيه ترقيات أنا عندي الموظف المقتهد اللي بيشتغل وعنده روح الجماعة لازم إيه لازم أحفزه مش كده وبس إن كل ما اكتسب خبرة أقدر إن أنا كمان أنقله لوظيفة أعلى لأنه هو الخبرات دي هتزود عنده المعرفة وبالتالي لو أنا جايبه مكان جديد والمكان ده محتاج مهارة هو اكتسبها أثناء التدريب أو أثناء خبرته هبتدي إن أنا أطلعه إلى هذه المهنة أو أرقيه وبالتالي كده المكان اللي هو كان يشغله إيه اللي حصله؟ المكان اللي كان يشغله ده أصبح فاضي يبقى التخطيط كمان بيعرفني إن أنا إزاي أوفر موظفين جدد لما يحصل إن المكان ده تم إفراغه من الموظفين الموجودين فيه إزاي يعني ترقوا حد تلع معاش حد خد أجازة مراضية يبقى التخطيط بيسمحلي بإن أنا كمان أعمل توظيف للموظفين الجدد كل فترة إيه كمان؟ أوجه الموظفين إلى إن العمل ده يكون باجتهاد لأنك لو اجتهت وعملت العمل ده بجدية وعملت الانتاج زي ما موضوع ليه الخط عشان يطلع منتج زاد كفاءة عالية وإنتاج بدرجة عالية إنت حتترقى إنت حتاخد حوافز وده طبعا بيبقى خلال العمل داخل المؤسسة الصناعية يبقى كمان هيسمحلي إن أنا أوجه الموظفين للطريق الصحيح كمان إيه؟ هوفر مزايا ليهم لاني زي ما قلنا لو انا موظف مقتهد وبشتغل وعندي العنصر بتاع المشاركة ان انا بتشارك مع زميلي واستفاد من مهاراتهم واني انا بعمل لو انا مثلا في مصنع تريكو او في مصنع ملابس بطلع العدد المطلوب مني وبطلع الكمية المطلوبة مني في المعادل المزبوط او المحدد ايه اللي هيحصل هنا انا لازم كصاحب عمل ان انا اعمله بعض المزايا اعمله الحوافز بحيث ان انا انامي عنده حب العمل لاني انا لما لاقي ان صاحب العمل مقدر تعبي هكتهد اكتر علشان اخد مزايا اكتر وحوافز اكتر واقول كده ايه اقول ان انا نتيجة ان انا بشتغل فنلاقي الشغلي تمن والشغلي وتعبي عائد وفي نفس الوقت انا بقول للعامل اللي مش مكتهد اللي مش بيطلع كل المطلوب منه على اكمل وجه انت لو اكتهدت زي زميلك اللي هو واقف جنبك هتاخد نفس الحوافز يبقى هنا اصبح عندي روح منافسة داخل العمل بيتكلم كمان او المادة بتاعت التخطيط بتتكلم كمان عندي على ايه لو انا بصيت كده عن معنى ومغزة التخطيط في الفيديو ده هبص كده معايا اول حاجة عشان تخطط لازم اخد وقت وخطط بطريقة علمية افكر واعرف هو انا ليه عايز اخطط اصلا يعني ايه الفكرة فدماغي بتبتدي تشتغل انا عندي عشان اخطط واعمل تخطيط جيد عندي حاجة او بتدي اسأل نفسي ماذا لماذا كيفا اين متا هنمسك اول كلمة هو انا ليه لماذا انا بخطط بخطط ليه عشان انا عندي شغف وعندي واجبات وعندي رؤية لمشروع معين عايز انفذ المشروع ده طيب انت بتشتغل الحاجة اللي بتحبها ولا بتعمل يعني انت بتشتغل الحاجة اللي بتحبها ولا بتحب الحاجة اللي انت بتشتغلها ابتدي افكر علشان فيه مقولة بتقول ايه لو ما اشتغلتش الحاجة اللي بتحبها خلاص حب الحاجة اللي بتشتغلها بدام هي جاية عليك بعائد كويس ونفسي فبحلل وبعمل خريطة زهنية طب اين هتخطط فيه هل في اي مكان كده انت قاعد لا طبعا لازم اعمل بيئة اقدر اخطط فيها ايا كان بقى في حضيقة في مكتبة في مكان لازم يكون لمكان سابت او مهيأ بيئة مهيأة تقدر تخليني اخطط من غير ما يكون علي ضغط في التخطيط او يكون الوقت دايق وبالتالي اطلع بمتخطيط غير جيد تمام كمان ايه لازم احدد ابدأ ازاي ابدأ اخطط ازاي ان انا اعمل مشروع واحدد المشروع ده ايه هل هو مجال رياضي مجال صناعي اه لازم احدد نوع المشروع اللي انا هعمله وازاي هعرف ان انا المشروع ده هل هيستفاد منه مجموعة من الاشخاص وايه نوعهم مش كده وبس ان انا اجيب ناس كمان تساعدني او ناس ذات خبرة تساعدني وتجتهد معايا علشان في الاخر الاقي نفسي عملت مشروع ممتاز كل ابعاده ممتازة وخاصة لو حددت رأس المال بتاعي لان اي مشروع لازم يكله رأس مال فكمان من تخطيتي ان انا لازم احدده واعرف هو انا هبدأ المشروع ده وانا بخطط من شهر كام امتى ازاي طب هو انا اعمل حساب الربحية اعمل حساب الخسارة اعمل حساب يبقى ده اسمه تخطيط وتنفيذ وايه كمان وتعديل تعديل يعني ايه يعني لو انا عندي حاجة عايزة تتعدل اعدلها وده بيخليني ابدأ الغاية في ذهني وبعدين احدد المهام احدد المكسب كل ده لما ابتدي اخطط له تخطيط جايزة ما احنا شايفين كده هيديني في الاخر مرونة وبالتالي هيديني زيادة في الربحية وبالتالي هيخليني على طول بشارك اشخاص معايا داخل العمل مش كده وبس ان انا يبقى عندي خطة اولية وخطة بديلة لو الخطة اللي انا ما اخترتها اللي انا اخترتها واقفت قصدها اي عائق او واقف قصدها اي اه زي ما بيقولوا كده اه حاجة تخليها ما تتنفش يبقى انا لازم عندي يكون في خطة بديلة يبقى انا فهمت ايه من الفيديو ده فهمت ان التخطيط محتاج مني وقت ما عملش ابدا خطة لمشروع صناعي صغير وانا مضغوط او الوقت اللي متحدد لي وقت دي لا لازم اكون مرتاح لازم يكون عندي وقت كافي افكر في خطة هذا المشروع او هذه المؤسسة الصناعية عشان زي ما اتفقنا انا بحطي نفسي خمس اشياء اعرف منهم اخطط صح زي هو انا هخطط لمشروع ايه هل المشروع ده نوعه ايه بقى لازم كمان احدد نوع المشروع بتاعي ايه كمان هو المشروع ده عشان احدده محتاج مكان شكله ايه وتطوره ايه والتكنولوجيا بتاعته اللي مستخدمة شكلها ايه 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 كمان المكان اللي هقوم فيه بالتخطيط لازم يكون مكان مريح ليا وما يكونش فيه اي ضغط او ازعاج علشان تطلع الخطة بتاعتي خطة جيدة احدد رأس المال بتاعي اني لازم يبقى فيه رأس مال عشان اقدر انفذ هذه القطة اللي تمن وضعها من تخطيط ادارة الموارد البشرية مش كده وبس انا عايز اقول ان تخطيط ادارة الموارد البشرية ما هيش مهمة فردية قد ما هي مهمة جامعية ولذلك انا لازم اشارك معايا مجموعة من الافراد ممكن يكون عندهم خبرة سابقة عني في عمل خطة لمشروع او دراسة جدوى لمشروع ايه كمان العمالة اللي انا محتاجها ادي ايه عددهم الوظائف اللي انا محتاجها داخل هذا المشروع اخطط له ادي ايه الوظائف دي وهل هي وظائف ادارية ولا وظائف مهارية ولا وظائف خاصة بالسيانة والقهرباء والنظافة كمان اخطط ايه كمان هو انا المشروع ده اللي استفاد منه والمشروع ده كمان ايه المتاجه لايه يعني ايه الشخصيات او ايه النوعية من البشر اللي هو هيفدهم كلنا عارفين ان اي مشروع صناعي لازم بحدد الفئة العمرية لازم احدد النوع يعني هل هم سيدات هل هم رجال هل اطفال هل كبار سن هل لسه مع راحل شبابية يبقى كمان ان انا اعرف الفئة اللي هيتم توجيه هذا المشروع ليهم كل ده تخطيط ايه كمان المكان اللي هيتواجد فيه هذا المشروع ده مهم جدا هي برضو المادة دي هي مادة التخطيط بتعرفني لو انا هاختار مكان للمشروع ده المكان ده لازم يكون سهل الوصول اليه ان المكان ده لازم يكون مناسب للعمليات اللي هتجرب داخله اراعي البيئة الخارجية والبيئة الداخلية لهذا المشروع وراعي كمان هو موجود في اي منطقة هل هو في منطقة سكنية مزدحمة ولا منطقة سكنية لسه جديدة وبالتالي المراحل العمرية اللي شغالة في هذه المنطقة السكنية او الموجودة في هذه المنطقة السكنية هتكون من الشباب ومن الناس اللي لسه بيكونوا حياتهم جديد يبقى اكيد المشروع بتاعي هيهدف لهم علشان اقدر ترجعلي بالربحية ايه كمان هل المنطقة دي منطقة ريفية ولا حضرية هل هي موجودة في منطقة شعبية ولا منطقة اعلى شوية في المستوى يبقى انا وانا بخطط لازم يكون معايا وقت ما بقاش تحت ضغط وبالتالي عمر التخطيط بتاعي لأي مشروع او لأي انتاج ما هيكون صحي طول ما انا تحت ضغط يعني تعالى حالا لإدارة الموارد البشرية اتفضل خطط لي للمشروع الفلاني وتحكم لي في الموارد البشرية بتاعتي لا سواني انا لازم يبقى بلهب مدة كبيرة وزمن كبير مسافة علشان اقدر اخطط وانا قاعد وانا عندي تركيز لان التخطيط ده هو مجهود ذهني قبل ما يكون مجهود بدني انا قاعد بعمل حاجة كلنا بنسمعها حتى في المسلسلات في البرامج يقولك انا عامل دراسة جدوى لمشروع صناعي طيب دراسة الجدوى دي ما هياش مجهود بدني ده مجهود ذهني ولازم اكون حاطت في ذهني وانا بعمله الخطوات اللي لازم اكون ماشي عليها اول حاجة اختيار المكان تاني حاجة التخطيط للعمليات اللي بتجرى داخل هذا المشروع التخطيط للميكانة الموجودة داخل المشروع هل هي ميكانة حديثة او متوسطة او متطورة عدد العمالة والموارد البشرية اللي انا محتاجها لتشغيل هذه الماكينات وهل هي عمالة مدربة ولا عمالة لسه خرجين جداد وهل هم محتاجين مرحلة تدريب ولا هم عندهم خبرة ناتج مثلا عن عملهم قبل كده في مصانع تانية استفاد من الخبرة الموجودة في المصانع الاخرى اللي بتعمل نفس المشروع بتاعي لو ده امكن استفاد من او اعرف ايه هي العواقب او ايه هي المعوقات اللي وقفت وصاد المشاريع الاخرى اللي كانت شبيهة للمشروع بتاعي عشان انا اقدر اتجنبها مش كده وبس اعرف كمان الوظائف اللي موجودة داخل عندي هل هي وظائف ادارية ولا وظائف فنية كمان ايه ان كل ده التخطيط قد ايه هو موضوع زهني بيتركز على الزهن وعلى المخ عشان كده لازم اكون الفيديو كان بيقول ايه روّق كده وخطط يعني خلي زهنك صافي والوقت عندك كافي واختار البيئة اللي انت هتعط تخطط فيها عشان لما تعمل لي خطة او دراسة جدوى لمشروع يكون شامل كل الجوانب اللي هتقوم لي المشروع ده واللي هتخليني اكتسب منه في الاخر ربحية لما هتيجي تاخد مادة مؤيسات في سنة تالتة من دمن المواد اللي هتبقى مقررة عليك هتلاقي دائما فيه كل مسألة مؤيسات نسبة الارباح لان ما فيش مشروع بيبقى قائم علشان يشتغلوا بس اكيد صاحب هذا المشروع بيحط رأس المال بتاعه وبيقوم باجات كل هذه الخطوات علشان في الاخر يرجع عليه بربحية او ربحية ايه كمان ده يتمنى ان يكون ربحيته دي عالية وبالتالي هيحاول انه هو يحقق كل الخطوات اللي هتتعمل له منين من تخطيط الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية تمام طب لما اجعمل اقول الخطوات الاولى لتخطيط الموارد البشرية قال لي اول حاجة من اولى خطوات التخطيط للموارد البشرية احدد اهدافي تمام يبقى أنا دلوقتي أي مشروع أو أي خطة هعملها لازم يكون فيه هدف لأن أنا لما أجي أحدد الموارد البشرية بتاعتي إلا أنا المنهج السنة دي بيتكلم عنها لازم أربط بين موارد البشرية وبين الهدف بتاع المؤسسة دي ما أنا مش هعمل مصنع للتريكو وأروح أجيب له ناس ليهم في الميكانيكا مثلا أو في مثلا في الحاسبات والألكترونيات أو ليهم مثلا في الجلود أو في الطباعة لا يبقى أنا عندي هدف أن أعمل منتجات وملابس تريكو يبقى أكيد هوجد لهم موارد بشرية تقدر تنفذ لي الهدف من المشروع ده يبقى أول خطوة أول خطوة في عمل التخطيط هي تحديد الأهداف وخلي بالك هي الأهداف مش تاني أقعد كده وأكتب من دبن الخطة أنه هدفي هو عمل مجموعة من الملابس التريكو أو الملابس الجازة لا ده الهدف ليه شروط الهدف المادة دي هتعلمني أن الهدف يقول له شروط عشان يقدر يتنفذ بمعنى إيه؟ أولا الهدف لازم يكون واقعي يعني ما قولش مثلا أنا هفتح مصنع لصناعة الطيارات هو أنت حضرتك تخصص إيه؟ أنت بتحطي لي خطة لهدف مش ممكن تحقيقه بالنسبة لي؟ لا يبقى الهدف علشان أقول عليه هدف جيد وصحيح وأقدر حققه بص أنا بقول إيه؟ يبقى لازم أول حاجة يكون واقعي يعني يناسب العملية الصناعية اللي هيقوم بتنفيذها إيه كمان؟ أن الهدف ده يكون واضح يعني أنا ما قولش إيه؟ أنا هشتغل ملابس تريكو بس واسكت إيه سيادتك؟ هي هالملابس التريكو دي هي عبارة عن إيه؟ طيب حدد لي وضح لي قل لي هدفك ده هل هي جواكت؟ هل هي تيرات؟ هل هي مثلا بلوفرات؟ هل هي جبات؟ لازم أحدد ولازم الهدف يكون واضح يبقى أول حاجة الهدف يبقى واقعي تاني حاجة أن الهدف يكون واضح أقدر أحققه يعني إيه تقدر تحققه؟ يعني أقول الخطوات لتحقيق هذا الهدف واحد اتنين تلاتة حلو قوي إيه كمان؟ أن الهدف ده سهل لقياسه وأنا عندي نوعين من القياس للأهداف وبسميه المقياس الرمادي والمقياس الأول يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أقول أننا الهدف ده هقدر أحققه مثلا مثلا في شهرين أنا الهدف ده هقدر أحققه في سنة يعني أنا دلوقتي كطالب داخل السنة دي سنة تلتة أنا هدف إن أنا أدخل الجامعة وأكمل طيب قدامك قد إيه عشان تحقق الهدف ده؟ سنة دراسية كاملة أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا حددت الهدف عشان سهل إن أنا إيسه لأن بعد سنة حاجة أشوف الهدف ده هل هو أتحقق فعلا في السنة؟ نفس الكلام لما أجأ حط خطة أول حاجة بحددها الهدف يكون الهدف ده سهل إن أنا إيسه تي إيسه إزاي؟ يعني إن أنا أقول إن أنا هحقق هدف المؤسسة دي قدامي بتاع مثلا سنة سنتين تلاتة خمس سنين أبص ألاقي فعلا المدة اللي تم عمل الهدف لها اتحققت يبقى لازم الهدف يكون واقعي الهدف لازم يكون واضح يكون سهل تحقيقه أقدر إيسه وإمكانية كمان إن أنا أمشي في تحقيقه دي اسمها أول خطوة من خطوات التخطيط لتحقيق أو إدارة الموارد البشرية لأي مشروع صناعي أو مؤسسة صناعية الهدف طب إيه كمان؟ بعد تحديد الأهداف أحدد نوع كمان الهدف هل هو قصيرة الأجل ولا طويلة الأجل؟ إيه دا يعني إحنا كمان ده إحنا غير إن الهدف يكون واقعي وغير إن الهدف كمان يكون واضح وغير إن الهدف يمكن تحقيقه وغير إن الهدف يمكن قياسه كمان أبقى عارف نوعه هل هو قصير الأجل يعني هيتحقق بعد مدة سيارة ولا طويل الأجل يعني هيتحقق بعد مدة طويلة ولازم يكون فيه علاقة بين الهدف وبين تخطيط الموارد البشرية ويجب أن تكون هذه الأهداف والخطط متوافقة ومكملة للخطط التنظيمية الشاملة للمنظمة يبقى دي أول حاجة حددت الهدف تاني حاجة من خطوات إدارة الموارد البشرية أن أنا أبحث وحلل البيئة الموجودة حوالي يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لازم يكون عندي خبرة ومعلومات عن العوامل المحيطة بالمنظمة المنظمة اللي هي المنظمة الصناعية اللي أنا هقوم بتكوينها لازم أبقى أعرف العوامل المحيطة اللي بتؤثر بشكل مباشر على خططها وبما في ذلك استراتيجية الموارد البشرية الموجودة يعني نقاط القوى البشرية في المنظمة معرفة المهارات الفنية المهنية المتاحة في هذه المنظمة الكلام ده يعني معناه إيه؟ معناه أن التخطيط بيعرفني أني لما أجي أعمل أي منشأة صناعية عندي حاجة اسمها مؤسرات خارجية ومؤسرات داخلية لهذا المشروع المؤسرات الخارجية اللي هي البيئة المحيطة بهذا المشروع اللي هو العمل يعني أنا لازم أبقى أعارف أن البيئة المحيطة دي هل هي مناسبة لهذا المشروع ولا لا لأن قد إيه هي عندها تأثير مباشر على خطط الموارد البشرية مش كده وبس استراتيجية الموارد البشرية اللي موجودة أو اللي أنا هستعين بيها داخل هذا المشروع الصناعي مهاراتهم الفنية قوة نقاط قوتهم نقاط ضعفهم المهارات اللي بيجدوها عشان أقدر أتحكم في توزعهم بعد كده طرق اختيار الموارد البشرية عشان أخطار الموارد البشرية فبيقول لي أنا عندي حاجتين مهمين جدا هو الاستقطاب والاختيار والتعيين إيه الفرق بينهم؟ إيه الجمل دي؟ الجمل دي اللي هيعرفني عليهم المنهج لما نقوم بشرحه أثناء العام الدراس إحنا حاليا بناخد فكرة فقط لغير عن منهج التخطيط فبيكلمني عن الاستقطاب ثم الاختيار ثم التعيين استقطاب يعني أنا عندي مجموعة من المهارات بطلبها في شاغل الوظيفة والمهارات دي لما بتتوفر في عدد من الناس المتقدمين للوظيفة لأن طبعا كلنا عارفين أننا عشان لما أحتاج وظيفة أو أحتاج موظفين جدد عندي طرق كتيرة جدا أننا من خلالها أعلن عن هذه الوظيفة إما عن طريق المجلات إما عن طريق المواقع أو عن طريق المنشورات اللي بتوزع زي ما بنشوفها كده في المترو أو على المقاهي الأماكن اللي بقى فيها تجمع للشباب أو على النت أو في المجلات هكذا كل دي اسمه إيه أو في المدارس الصناعية إحنا كلنا هنلاحظ في سنة ثالثة بالذات أثناء اللي امتحانات إن وإحنا بنمتحن الصف الثالث السنوي الفني بتاعنا هنلاقينا في أخر السنة في إعلانات بتلصق على المدارس أو بتتوزع على الطلبة وهم خارجين للعمل أو إن هم عندهم فرص عمل يبقى أنا دلوقتي أول حاجة عندي إن أنا بعمل إعلان عن الوظيفة المطلوبة طبعا لو أي حد شاف إن الوظيفة دي مناسبة ليه بيعمل إيه؟ على طول بيروح يقدم فيها طب هل أنا أنا مثلا طالب عشر موظفين مثلا جدل هيجيني أكيد أكتر من كده بكتير ممكن يجيني عشرين ممكن يجيني تلاتين ممكن العدد يوصل لمية هعمل إيه؟ أنا مطلوب مني أستقطب من هذا العدد من يتوفر فيه الحد الأدنى للمواصفات المطلوبة يعني أنا لما يجيني هذا العدد أنا بعمل له مقابلة بعمله استبيان ببتدي أشوف المهارات اللي عنده وابتدي أشوف المعلومات اللي عنده وده بيبان في المقابلة وهنا أخدها دلوقتي وابتدي أعمل إيه؟ أستقطب أستقطب أدنى الخواص اللي تكون موجودة في الناس اللي جايني يتقدموا لي وبالتالي بيتم اختيار العدد المطلوب طب خلاص أنا اخترت الناس اللي موجود فيها المواصفات المطلوبة لهذه الوظيفة تمام هاجي بعد كده أعمل إيه؟ هاجي بعد كده بقى بعد ما استقطبت وعملت إعلانات أخطرهم وحطوهم داخل الوظائف اللي هي مطلوبة منهم يعني مثلا اللي جاي على إنه يبقى إداري يتعين إداري اللي جاي على إنه هو يبقى موظف فني على مكنة يتفضل على المكنة اللي جاي علشان يشرف يتفضل على الإشراف وعينه يبقى أنا استقطبت وبعد ما استقطبت اخترت هو فيه شبه بينهم قريب وبعد كده عينت يبقى دول اسمهم إيه؟ كيفية اختيار إيه الموارد البشرية وأول حاجة زي ما قلنا الاستقطاب هو جذب الكفاءات من سوء العمل أو البحث والتنقيب عن الكفاءات اللازمة للمنظمة من سوء العمل أنا لازم استقطب الكفاءات أو الناس اللي فيهم المواصفات ولو بحد أدنى وأنا بعد كده أدربهم وزود هذه الكفاءة وزود هذه المعلومات أثناء العمل إيه كمان الاختيار؟ الاختيار معناه إيه؟ معناه انتقاء أفضل الكفاءات لشغل الوظائف الشاغلة من سوء العمل وبعد كده بعين يعني بسكن الفرد على الوظيفة اللي بتناسب مؤهله يبقى إحنا كده عملنا إيه؟ إحنا كده عارفنا إن فيه فرق بين الاستقطاب فيه فرق بين الاختيار فيه فرق بين التعيين أنا بستقطب المهارات اللي أنا محتاجة وبختار الأشخاص دول ووزعهم وعينهم على الوظائف المناسبة لهم حسب المهارات اللي عندهم يعني إيه حسب المهارات اللي عندهم؟ إحنا دلوقتي عايزين مثلا فني تريكو أو عايزين مهارات لفني ملابس جهزة تكر إيه المهارات اللي هتبقى موجودة في فن التريكو أو فن الملابس الجهزة هبقى محتاجاها للمصنع بتاعي أولا إنه هو فيه عندي فرق بين المهارات وبين المعارف يعني أنا لما أكون عايز مهارة فن تريكو غير لما أقول أنا عايز معارف يعني يكون عنده معارف لإنه فيه فرق بينهم المهارة إنه هو يقدر يعمل الحاجة نظري يعني مثلا لو أنا مثلا جبت له مكانة أقوله اسمها إيه المكانة دي يقولي مثلا مكانة التريكو الجكور طب المكانة دي اسمها إيه؟ طب هي المكانة دي من عيوبها إيه؟ نحس كده دي كلها مهارات تعليمية إنما لما أقوله المعارفة المعارفة يعني إنه هو يقدر يقوم بيها يعني يقدر يشغل مكانة يقدر يعمل أو يقدر يفرق بين أماشة والأخرى إما عن طريق الملمس أو عن طريق الاختبارات اللي بتجرع على الأماشة والخيوط يقدر يطلع للتركيب النسجي من الأماشة يعني يعرف لي نوع الغرزة اللي متكون منها هذا هذه القطعة أو هذا الملبس إيه كمان؟ يقدر يقول لي إيه العيوب الموجودة وإيه سبابها؟ لأنه هو عنده معرفة إن لو لقي سقب مثلا طوليا أو عرضيا ده نتيجة مثلا إن إبرة مقصورة لسان إبرة معووج ساق إبرة انقصر كعب إبرة في عوجاج أو انقصر أثناء التشغيل يبقى مش بس يعرف للعيوب اللي موجودة لأ ده كمان هيقدر يقول إيه هي العيوب سببها كان إيه على المكنة يبقى في عندي مهارات لشاغل الوظيفة ومعارف لشاغل الوظيفة على أساسها ولذلك لما بيتم الاستقطاب ويتم الاختيار ويتم التعيين أنا بقدر عن نتيجة كل هذه التخطيطات وكل هذه المعارف والمهارات أبتدي أوزع الموظفين الجدد على الوظائف المطلوبة أي أن كانت بقى إدارية فنية إنشائية بقدر أوزعها زي ما أنا شايف أو زي ما أنا محتاج داخل المؤسسة لما جاء خطط الموارد البشرية لازم أبقى عارف الوظائف المطلوبة علشان أقدر أسكن فيها العمالة المطلوبة مش كده وبس أثناء التخطيط أقدر أحط أحط البيانات المطلوبة من شغل الوظيفة اللي هيجي يتعين عندي وظيفة إدارة الموارد البشرية إحنا قلنا عندنا إدارة الموارد البشرية لها وظيفتين وظيفتين مهمين جدا أول حاجة دور استراتيجي ودور تنفيذي ولما أتكلم عن الدور الاستراتيجي هو ربط أهداف المؤسسة بالموارد البشرية اللي أنا أجيبها أنا هدفي داخل المؤسسة إحنا اتفقنا مهم جدا وهو أول خطوة من خطوات التخطيط فأنا بربط بين هذا الهدف وبين الموارد البشر اللي أنا جايباه أنا مش هجيب موارد بشري مختلف عن الهدف اللي أنا عايزة من المؤسسة أكيد هدور على موظفين يتماشوا أو يكون هو ده مهنتهم الأساسية مهاراتهم الأساسية الهدف ده يبقى الهدف أو الدور الاستراتيجي لتخطيط إدارة الموارد البشرية هو دور استراتيجي اسمه الربط بين الأهداف والموارد البشرية لازم تمام؟ إيه كمان؟ الدور التنفيذي وده بيطلق عليه الدور اللي هو التقليدي اللي معتاد أنا هنفذ الخطة الخاصة بالدور بتاعي زي إيه؟ أول حاجة قالي الاستكتاب والتسكين وده لسه متكلمين عنه يبقى أول حاجة في الدور التنفيذي اللي هو بقول الدور التقليدي اللي أنا متعودة عليه وعرفاه لأن أنا هبتدي أنفذ أنا هبتدي بقى أنفذ على أرض الواقع في المشروع بتاعي قالي طب تمام أول حاجة هتستقطبي وتسكني ده أول حاجة من دور التخطيط أو من دور إدارة الموارد البشرية الدور التنفيذي إنه يستقطب ويسكن وإحنا لسه قيلين يعني إيه يستقطب ويعني إيه يسكن تمام التدريب والتنمية عايزين نقول يا جماعة ان انا اخترت خلاص الموظفين الجدد وحطتهم في الوظائف المناسبة لمهاراتهم ولنقاط قوتهم تمام حلوة اوي لكن جيت بعد شوية لقيت ان كل المعلومات الموجودة عندهم هي معلومات ما فيش خبرة ما مارسش المهنة كما ينبغي او حتى لو كان بيمارسها في العمل اثناء العام الدراسي برضو مش هتبقى بالكفاءة لحد كان خبرة وكان شغال فانا هعمل ايه في الحالة دي هتابعوا بعد التوظيف وابتدي اعمله تدريب وتنمية تدريب وتنمية يعني ايه يعني ادربه وخلي بالكم لما بيجي الهر يحدد التدريب وخطة التدريب ما بيجي بيحدده جزافة كده لا ده بيعمل ايه بيقوله وانا محتاج ايه الموظفين اللي انت جيت عينتهم دول او وضعتهم في المهن بتاعتهم لا اولا ما عندهم شي عندهم رهبة وخوف فمش عارفين يتعاملوا مع زمايالهم اللي موجود في العمل مش عارف يقوم بوجبه في تشغيل المكنة اللي واقف عليها طب انا اعمل ايه في الحالة دي اه انا هعمل تدريب ومعنى كده ان انا عندي انواع للتدريب انا عندي تدريب خاص بالحالة النفسية للعامل تدريب بسميه تدريب نفسي وتدريب خاص بالمهنة اللي بيمتهنا هذا العامل طب نفسي يعني ايه اي حد فينا رايح لمهنة جديدة او رايح لعمل جديد بيبقى عنده نوع من الرهبة من الرهبة ازاي يعني خايف يتعامل مع الاخرين اللي موجود معه في العمل هو ما يعرفهمش فممكن ما يكون فيه ناس بيبقى عندها اسمها اجتماعي يعني اول ما يخش العمل هو يقدر يتعامل مع الاخرين ويتعايش مع العملية اللي هو محتوط فيها فيه ناس ثانية لا بتخاف فيه ناس عندها زي توجس يعني متبقاش لا انا مش هتعامل لحسن يضيقوا مني انا لا هستنى لما فيه ناس بتقعد تفكر وتبصي على الزميلة الاول وتشوف كل واحد بيتفكر دي بياخد وقت لا انا عايز ازيل هذه الرهبة النفسية من هذا العامل وحببه في العمل ومش كده وبس ان التدريب بيعمل ايه التدريب بيبقى حاجة مشاركة فلما انا هتشارك هنا وتشارك مع ده وتشارك مع ده عشان انجز مثلا اختبار او انجز حاجة فهضطر اسأل انا عملت هنا روح جميلة من روح المشاركة وبالتالي العامل اللي لسه جاي جديد او شغل الوظيفة لسه جاي جديد زلت من عنده الرهبة او الخوف اللي هو خايف منه وبالتالي هيرجع للعمل بتاعه ان الزول اصبحوا زميله واصحابه هو تعامل معهم خلال فترة زمنية للتدريب ايه كمان ان انا عندي كمان هنم المهارات الموجودة عنده انا كده بقى دخلت سبت الحتة النفسية ده فيه تدريب لتنمية المهارات ازاي هو والله بيعرف يقف على المكان وفاهم في المهارات بتاعتها او المعارف بتاعتها بس هو ما اشتغلش عليها فانا ادربه علشان يقدر يشتغل على هذه الماكينة وبالتالي لما دربته انا استفدت كده من كل النواحي هو ليه صاحب العمل بيتجه الى ادارة الموارد البشرية ما هو زاكي برضو عشان في الاخر كل ده هيعود بالعائد المادي ليه هو لما يكون عنده عامل عنده مهارة وعنده تعليم وعنده كمان خبرة انه يقف على مكانة نميت مهارة التشغيل بتاعته طب هو في الاخرى يطلع لمنتج بموصفات جيدة اللي مطلوبة منه اثناء التخطيط وبالتالي هيزيد الانتاج مش كده وبس المركة بتاع المصنع دي هتشتغل لاني انا لما اقول ده انا اشتريت كزا من عندي مركتها كانت كده هبصة لاقي ايه فيه رواق حصل للمصنع ده وبالتالي فيه ربحية عادت ويمكن كمان الربحية كل مادة هتزيد يبقى انا التدريب اللي بعمله شرطة اساسي انه هو يكون في عائد منه يعني فيه بعض التدريبات انا عندي تدريبه وخلاص ولذلك ده بيفقد العامل الثقة في التدريب ده ممكن العامل يبقى طالع يتضرب ويقول يا سيدي ده زي المرة اللي فاتت انا هروح بس صمدي وخلاص لا التدريب لازم العامل يكون عنده تشويق لي لازم اعمل تشويق واقول للعامل انت لو اتضربت ورجعت من التدريب ده عندك مهارة جديدة ونميت المهارة الموجودة عندك قبل كده انا هزود الحوافز بتاعتك انا هديك حوافز انا هرقيك فالعامل يبقى رايح عنده تشويق لي عنده رغبة ان هو يروح التدريب مش عنده ملل او كسل او عارف ده التدريب بتاع السنة اللي فات لا ده التدريب السنة اللي فات انا لما اتضربت اكتسبت مهارة اترقيت خدت وظيفة خدت حوافز لا وبقول كمال لزمائلي كلنا فينا هذه الفكرة او الموضوع ان لما بنروح في مكان نتضرب في تدريب كويس بنرجع للزمائلنا نقول لهم نقول لهم ده كان تدريب ممتاز انا استفدت منه ده كان جميل وبعد ما رجعت خدت حوافز لان اشتغلت بطريقة افضل واشتغلت بطريقة احسن يبقى التدريب لازم يحقق الغاية اللي هو معمول لها ولازم يبقى عندي تشويق للعمال اللي هتروح تتدرب ولازم اعرفه من انت لو اكتسبت هذه المهارة هترجع تترقى هترجع تاخد حوافز هتبقى في مكان ده مش كده وبس ده انا ممكن العامل اللي تدرب كويس قوي ده وبقى عنده مهارة عالية اخليه ادرب زميله داخل اطار العمل ويبقى انا كده كمان وفرت بشرط احقق له السلامة بتاعته المهنية والفنية يعني يكون في مكان امن ما يحصلش فيه وما يعطلش العمل يبقى انا استفدت ولا ما استفدتش استفدت لما دربته ونميت مهارته مش كده وبس انت مش هتدرب وتنمي مهارة وتكسب مهارات لانت خلي بالك في التدريب انت بتكتسب مجموعة من المهارات وزي ما قلنا العقل البشري وده من عيوب التدريب اللي بيكسب اكثر من مهارة العام العقل البشري بيعمل ايه يا جماعة بيكتسب مهارة او مهارتين اقصى حاجة وبعد كده يبتدي يحس بالايه بان هو خلاص يقول ده انا خلاص مخي قفل يبقى انا اخد بالي برضو وانا بخطط للتدريب ان انا اكسبه مهارة او مهارتين اقصى حاجة ما يكونش اقصى من مهارة تمام وما يكونوش كلهم كمان في وقت واحد لا ده انا لازم اسيب فرق بينهم واعمله انشطة للمهارة دي عشان اتأكد ان هو اكتسبها وخليه قوم يعمل الانشطة دي بنفسه ما يبقاش قاعد على طول هو مطلقي مني لأ هو يقوم يعمل المهارة دي بنفسه عشان تثبت كلنا بنقول لما نكتب الحاجة بايدنا حتى ده انا بقوله لما نيجي نذاكر نعمل ايه نكتب ونعلي صوتنا عشان وادننا تسمع ومالكلام يثبت في دماغنا فنقدر ما ننساش المعلومة ابدا هو ده نفس الكلام المشاركة في التدريب للمتدربين مع المدرب دي بتساعد على اكتساب المهارة باسرع وقت ده انا اعمل ايه كمان انا بعد ما يرجع للمصنع انا هتابعه هتابعه ازاي هشوف المهارة اللي اكتسبها واقين بها ولا لا ليه لو انا واخد عشر عمال علشان يتدربوا او عشر شاغل وظيفة يتدرب او عشر موظفين يتدربوا على مهارات معينة تمام وجم بعد كده رجعوا للشغل هلاحظ ان في عدد من العمال من العشرة دول اتنين ولا تلاتة واضح انه ما استفدش من هذا التدريب طب اعمل ايه اجي قدام صحابة اقول له انا اعيد لك التدريب ده لان انت ما ادربتش كصاحب عمل اعمل كده لا لازم اخد بالي كصاحب عمل ان انا هقول ايه يا جماعة احنا هنعيد التدريب مرة تاني لمجموعة معينة عشان نزود خبرتهم عشان نزود النواحي الفنية عندهم فبالتالي ما اقدرش احرجه قدام زملائه في العمل وفي نفس الوقت اقدر ان انا لما تبعته لقيته ما اكتسبش هزي المهارة المطلوبة منه اعيد عليه تاني التدريب وما يبقاش حاسس بالاحراج او حاسس ان هو ايه ان هو يعني ما هواش نشيط وزا ما يقولوا عليه ده ايه ده هو مثلا مش قادر تمام تمام يبقى انا لما تابعه وحس ان هو محتاج تدريب مرة تانية لازم ان انا ما بينلوش لا اصلي هو مش كويس لا ماقولوش كده احنا قلنا ايه احنا عايزين نساعد انه يبقى فيه مشاركة وجدانية مع العمالة او الموظفين مع بعضهم البعض علشان الروح دي للعالم هي اللي بتساعدني على ان انا انجز انا صاحب عمل بعمل ليه ادارة مورد بشرية علشان هي اللي تقوم بده علشان انا عايز جو عمل يكون جميل لو كل الناس الموجودة داخل العمل متشاركة مع بعضها ومتعاونة بروح كويسة هلاقي العمل بتاعي تم انجازه برضو بروح عالية وبالتالي جودته بقت عالية وبالتالي في زيادة في الانتاج مفيش تضيع وقت في المشاكل والصراعات والكلام ده يبقى التدريب مهم جدا التعوضات والرواتب والمزايا طبعا دي بترفع الحالة النفسية لان كلنا عارفين ان كلنا بنتجه الى العمل لاجباع لاجباع الحاجات اللي احنا محتاجينها المأكل المشرب الملبس المسكن الحاجات دي كلها احنا كلنا عارفين اي حد بيروح يشتغل فيه عقد كده بيبرم بينه وبنصاحب العمل بيتحددلو الاجر وبيتحددلو طريقة الدفع والمدة اللي هيدفع فيها واسنائش العمل بقى وده بسميه راتب يعني الراتب هو اللي بيتاخد اثناء كل شهر مثلا اما الاجر ده بيتاخد كل اسبوع كل اسبوعين غير الراتب اللي هو بيبقى اساسي انا عارف انا كل شهر ااخد كزا انما الاجر ده بيبقى كل اسبوع كل اسبوعين نجيب على كده على الحوافز بقى والمكافئات وده اللي بيتميز للعامل الجيد من العامل الغير جيد ودي مهمة جدا لأنه بس مش هتشجع العامل الجيد على أن يزيد في اجتهاده وكمان العامل اللي هو عنده مجموعة من الكسل أو مش بيشتغل هيقدر يجتهد عشان يوصل لنفس اللي بيوصل ليه العامل المجتهد عندي كمان التعوضات أن العامل التأمينات الصحية والعامل اللي بيحصل له إصابة وبيحصل له إصابة أثناء العمل طبعا لازم يكله تعوضات تمام ودا مهم جدا لأن حتى العامل لما يحصل له اصابة ويلاقي ان صاحب العمل اهتم بهذا العامل والمصاب بالعكس ده هتبص يلاقي العمالة اللي موجودة حواليه عملت ايه اشتغلت لان عارفة ان في حد بيسعى اليها بيدربها بيعمل على راحتها احنا كده زي ما انتوا شايفين مادة التخطيط مادة جميلة وهي مادة هتاخدها خلال العام الدراسي واحنا اتفقنا ان في سنة تالتة مفيش ترمي اول مفيش ترمي تاني لأ احنا بناخد المادة كاملة على بعضها وبنمتحم فيها اخر العام وان شاء الله ناخد بعد كده فكرة عن باقي المواد في الصف الثالث السنوي تخصص تركو وقدي ايه هي المادة مهمة لسوق العمل وبتاهني مهريا ومهنيا لهذا السوق واتمنى التوفيق ليكم جميعا